بشكل مفاجئ ظهرت في شوارع المناطق الرئيسة في العاصمة العراقية بغداد لافتات كبيرة خط عليها باللون الأحمر الموت لأمريكا وإسرائيل إضافة إلى نعوش على شكل طائرات دورونز المسيرة وذلك بالتزامن مع تصاعد الاتهامات للكيان الصهيوني باستهداف خمسة من مقرات ميليشيات الحجد في العراق تعودت بغداد على حرب اللافتات والرسائل الحادة التي تتضمنها كلما تعلق الأمر بالميليشيات والجهات الرائية لها إذ سبق لشوارع العاصمة العراقية أن امتلأت بلافتات التهديد للذين يطالبون بحل هذه الميليشيات وعلى الرغم من أن ميليشي الحجد لم تعلن عن قيامها بهذه الحملة إلا أن لافتات بهذا العدد والحجم لا يمكن إلا أن تكون عمل منظما إذ يقدر سعر الواحدة منها مع التركيب بنحو ألف دولار محافظ نينة والسابق أثير النجيفي قال إن هذه اللوحات تشير إلى عدم قدرة الحكومة في بغداد على ضبط الجهات الموالية لإيران مشيرا إلى أن تلك الجهات تريد جر الشعب العراقي إلى صراع دولي لصالح إيران ما يهدد مستقبل العراق وأمنه وفي سياق الحملة ضد القوات الأمريكية في العراق كشف مسؤول أمني عن تلقي شكاوى من مواطنين بوجود جهات مجهولة تقوم بجرد وتدوين أسماء العراقيين العاملين في منظمات أو شركات وهيئات إغاثية ومكاتب إعلامية أمريكية بصفة مترجمين أو حراس أمن أو موظفين وصولا إلى درجة سائق رغبة القوى القريبة من إيران بإخراج القوات الأمريكية من العراق ليست جديدة إذ سبق لها أن ضغطت على البرلمان لتشريع قانون ملزم لهذا الغرض لكن جهدها باءت بالفشل رغبة لا تأتي من دوافع وطنية من قوى وأحزاب جلبها المحتل وحظيت بكل الامتيازات التي منحها لعملائه بل بسبب ميل تلك القوى لحليفته الأقرب بعد الضغوطات التي مارستها إدارة ترامب على إيران وأذرعها في المنطقة والعراق على وجه الخصوص